اهلا وسلام بحضراتكم في تغطية جديدة من مصرح العمليات على تلفزيون اليوم السابع ومتابعة لتطورات الاوضاع في قطاع غزة يعني المرة دي احنا راحين شوية للضفة الغربية لجنين هي تحديدا في تركيز على العملية اللي قامت بها الاستغبارات الاسرائيلية والقوات الخاصة الاسرائيلية في مستشفى ابن سينة في جنين اللي لو حضراتكم يعني على السوشال ميديا هتلاقوا فيديو منتشر لها مجموعة من الاسرائيليين قصدي مجموعة من الاسرائيليين دخلوا مستشفى متنكرين في زي فلسطيني ولبسين ستات يعني بعض منهم لبس ستات بعض منهم لبس لبس دكاترة طبعا هي ان العملية هي شوية ضرامية لها علاقة بالسينما اللي مسيطرة على عقل الاستغبارات الاسرائيلية لان هم لو دخلوا عادي من غير التنكر كانوا يعملوا لهم ما يعملوا يعني في جنين تحديدا لان هم بيضربوا طول الوقت في ليل نهار فيهم فبالتالي هم لو دخلوا مش متنكرين زي ما دخلوا متنكرين حتى يذكروك بفيلم محمد هنيدي لما قال له وعادي يقول له لا انت كذا انت كذا فهم نفس القصة يعني هم دخلين متنكرين بس عدوا باب المستشفى وما تعرفش ليه دخلين متنكرين هزي القوة الخاصة لكنه عشان في الاخر يكتبوا عندهم في الكتب احنا عملنا نوع عملية وعادات المفروضة لعاملات الاستخباراتية لزي دي بيتكشف عنها بعدين يعني بعد كم سنة يتكشف عن ان احنا كنا متنكرين فقتلنا او قضينا على بعض من عناصر المقاومة او من القيادات في فلسطين وبالتالي هيدي العملية لكن طبعا عشان في تدهور في الاستخبارات الاسرائيلية فعملياتهم مسلوقة بسريعة جدا طلعوا عملوا العملية مبارح وتكشفت النهاردة وطلعت لابسين لبس اه اه زي ان انا هورر لحضراتك الصورة هي جنين اللي هي الحتة دي اللي هي في الضفة الغربية العملية تمت في هذا النطاق في مستشفى ابن سينة دخلوا بالشكل اللي انتم حضراتك وشايفينه لابسين اه اه طبعا الفيديو هيبان بشكل اكبر لابسين اه لبس دكاترة لابسين اه لبس سيدات لابسين لبس اه فلسطينيين اللي هو البلط واللبس اللي هو العقل بتاعهم او الشد بتاعهم عشان يدخلوا المستشفى وتسأل نفسك هو ده السؤال يعني مفروض الاكثر بديهية اللي يتسئل لمدير الاستخبارات الاسرائيلية طب هم تنكروا ليه هل الحتة بتاعة الجنين دي مش جوه فلسطين يعني هل هي موجودة مثلا في بيروت في لبنان هل هي موجودة في النرويج او في اوروبا في فرنسا في اي حتة لا هي موجودة تحت ايدهم برضو في الضفة الغربية لكن هم قالك برضو نعمل عملية هليودية كده نقول بها للدخل الاسرائيلي ان احنا شغالين وزي الفل دخلوا عدوا المستشفى ودخلوا على الثلاث شباب الفلسطينيين اتلوهم منهم على فكرة واحد كان على سرير الموت يعني اصلا مصاب ويه كان بينزف هم موتوا الثلاث فلسطينيين جوه المستشفى زي ما قوله حضراتكو تاني وهي ده السؤال الدرامي البشكل مباشر العملية عملت مبارح حال انت كنت مستدعي ان انت تطلحها النهاردة لكن هو جزء من طمقانة الداخل الاسرائيلي ان احنا بنعمل عمليات رغم كل الانهيار الميداني والعسكري في قطاعات غزة في مدينة غزة العملية تمت هنا وتمت بالشكل اللي حضراتكو بقول لكم عليه بان هو يدخلوا متنكرين ولابسين ازياء كده تنكرية عشان يقولوا احنا عملنا عملية استخداراتية ويبدواوا يعملوا عنها في الكتب ازاي قعدنا وازاي سجلنا وازاي وفي الاول اخر اتلوا ثلاثة ما كانوش يعني من العنصر المستوى الاول في صفوف المقاومة لكن هو نفذوا العملية طب داي رجعنا تاني للقصة هل هذه العملية تأثيرها على الارض ليه نتيجة يعني ليه فايدة انهم اتلوا ثلاثة مش من المستوى الاول يعني هما من كم يوم او من كم يعني في خلال العشرين تلاتين يوم اللي فاتوا دول اتلوا صالح العروري في الضحية الجنوبية في لبنان وتعتبر هي العملية النوعية لان يخارج اراضي فلسطين او اراضي اسرائيل ودي عملية نوعية بشكل يعني ربما يحسب ليهم اتلوا في سوريا رضا موسوي اتلوا في العراق اتلوا عملوا عمليات نوعية بالفعل خارج اسرائيل وبالتالي هي دي اللي تحسب لاجزة الاستغبارات الاسرائيلية رغم ان الضربات واخرة طبعا ضرب القاعدة الامريكية دي برضو نوع من انواع الامور المضادة في الاستغبارات لكن خلينا نرجع للاصل ان العملية دي مفروض لا تدخل في سياق الدراما اللي عاملها الاستغبارات الاسرائيلية هي عملية في حتة تحت ايديهم يعني حتة مش خارج نطاقهم ما فكرش فيها انت مش محتاج تعرف ان المستشفى بتاعت ابن سينة دي فيه جنين ان هي فيها حد ما انت تدخل المستشفى دي لو ان هو عنده قوات على فكرة يعني تحت المستشفى تلاقي عند قوات اسرائيلية لكن هم جزء منهم تنكروا وقال لك يلا نعمل العملية الهليودية دي عشان يخلصوا طيب هل العملية دي لها تأثير عايز اقول له حضراتكم رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ده انتو حضراتكم بتشوفوه كتير في التلفزيونات اسمه يهود برار وكان وزير الدفاع وكان عنصر في الاستغبارات الاسرائيلية في يوم من الايام برضو عمل زيهم كده لكن العملية تكشفت بعدها بسنوات لبس من زي ستات هو مجموعة من الاستغبارات الاسرائيلية والموساد وراحوا البلد بعيدة خالص راحوا لتونس راحوا لتونس وهم متنكرين ونزلوا في تحركات يعني في مجموعتين عشان يختال ابو جهات ابو جهات ده احد العناصر الرئيسية في حركة فتح يعني كان يعتبر من الادراع الرئيسية او الادوات الرئيسية لدى الرئيس الراحل ياسر عرفات حركة فتح عمل العملية بتاعت يهود براجده وتحرك وتكشفت العملية بعدها بشوية التصور او التحرك اظن الحملية دي كان السنة الثمانية والثمانين تقريب هل فلسطين تأثرت باغتيال مسلا ابو جهات مع طبعا دوره البطولي والمقاوم وكل تاريخه النضالي فيه مواجهة الاحتلال الاسرائيلي لا هي اصلا ميزة فلسطين الحقيقية انها مش بتوقف عند اشخاص يعني لو بكرة شفنا يحي السنوار ده تقبض عليه مروان عيسى محمد الضيف محمد السنوار اخو يحي السنوار رفعة سلام ما اتلوا الغندور اللي هو قائد لواء الشمال في قطاع غزة في اول العملية هل تأثر لواء الشمال داخل قطاع غزة في عملية المواجهات لا لحد مبارح تل قبيب بتتضرب من الشمال اللي هي الحتة اللي قالك احنا اتلنا فيها الغندور احد قيادات فصال المقاومة او قائد لواء الشمال في قطاع غزة فبالتالي هم الفلسطينيين طبعتهم وميزتهم ان هم ما بيقافوش عند اشخاص اليوم اللي تم الاختيال في العروري تم تعيين زهر جبرين في نفس اليوم على طول قائد وقام ومشى القصة فبالتالي العمليات دي ما بيبقاش منها الا غرض واحد هو طمأنة الداخل الاسرائيلي ان انتوا عندكم استخبارات وان احنا عندنا شغل التلفزيونات دي ونبدأ نتعاون مع المنصة الشهيرة بتاعت الافلام الوسائقية ونعمل عنها بطولة فبالتالي هي دي القصة القصة ان هم عايزين يعيشوا في تاريخ هم لسه ملتزمين به طريق الصهيوني اللي انا بنفس ايه وانا عندي ايه وعندي ادوات ايه وانا اتحرك في هذا الطريق مهما تغيرت الارض وتغير الميدان واللي بيثبت وانحنا بنقول لحضراتكم وانحنا بنكلم حضراتكم دلوقتي ممرش اربعة عشرين ساعة على ضرب تل قبيب بوضعها بتصوراتها تل قبيب بقى بالقبة الحديدية لا طلعت صواريخ وضربت راشقات صارخوية ضربت تل قبيب الكبرى وده كان امر يؤكد ان سيطرتهم الميدانية والعسكرية مش هي السيطرة السليمة لكنهم في الدعاية قادرين يوصلوا او يعملوا تصور في هذا الامر الستة اللي قدام حضراتكم دي وانحنا بنبحث وبندور على فكرة الاختيالات اللي بنفذها الاستخبارات الاسرائيلية واحدة في يوم من الايام دي كانت ناشطة في الدفاع عن حق فلسطين احنا ببنغلطش حق فلسطين واحدة نرويجية متجوزة واحد في النرويج ومسلم وبتدافع ولدرجة ابو جهاد اللي هو قبل كده ده ابو جهاد هي عرف لما امراته زارت دولة النرويج راحت للستة دي وعدت في بيتها عشان شايفة ان هي بتدافع عن حق فلسطين عاملة جمعية للدفاع الحق فلسطين يتكشف الامر بعد وقت ان هي عميلة للمساد وان هي شغلة معاهم وان هي احد الادوات اللي بلغت عن ابو جهاد فترة من فترات فالتصور العام ربما احنا نشوف ناس هي في الاول ما كانتش عربية ربما في ناس تظنوا ان هم يعني بيؤمنوا بالقضية الفلسطينية لكنهم في الاصر ربما بيسعوا لتحقيق مقارب خاصة ربما للاحتلال الاسرائيلي او حكومة الحرب والمساد لكن هذا النموذج اللي قدامنا كارين دي واحدة من الناس اللي شاركت وكانت عندها جمعية للدفاع الحق فلسطين ولم يتكشف امرها في وقت من الوقات لكن بعد سنين بعد سنين لما بدأت العملية بتكلم عن ابو جهال وبدأت الصحف الاسرائيلية تطلع الوسائق وتطلع المعلومات وتناقش الناس وتناقش الرئيس العملية التنفيذ مع يهود بارك فيقول لك عن هذه الشخصية العاملة المساد اللي في وقت من الوقات كانت بتدفع عن حق فلسطين يعني بس عشان الامور تبقى واضحة انت بتدفع عن حق فلسطين كلام واكلة شيء ولا اجراء الوحيد او الشخص اللي بينفذ اجراءات للدفاع عن حق فلسطين يبقى اكيد ده شخص لديه ايمان بالقضية ولديه دفاع عن القضية اما الشخص اللي يقعد طول وقت بيعمل حاجات كده في الامور العامة ربما احنا بنحق محتاج ان احنا نشتغل يعني ونبحث هي الطبيعة ماشية ازاي او التحركات دي ماشية ازاي طيب في نفس الوقت اللي بيحصل فيها عمليات الاغتيال لاحد او تلاتة من الشباب الفلسطينيين الناحية التانية خالص في اليمين المتطرف عاملين مؤتمر في القدس التلاتة او شوية دول اللي قدامك ودول وزراء واعضاء في الكنيسة اعضاء في الكنيسة يعني اعضاء مجلس الشعب الاسرائيلي اعضاء منتخبين دول قدامك وزير الامن القومي اليهود انتوا فاكرين وزير التراث في وزير البناء والاسكان في الداخل الاسرائيلي عاملين مؤتمر في القدس بيقولوا ايه بقى بيقولك عايزين نطرد العرب من فلسطين ونطرد الفلسطينيين وعايزين ناخد نستوطن غزة لانها في اليهود في اليهودية عندنا في اه 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 او التوراة دي امر مهم جدا ان احنا نرجع لها لان دي ارضنا لان احنا اللي حصل في فض الاشتباك في 2005 ده امر ما كانش يحصل مفروض ما كانش يحصل مفروض ما كانش نطلع اليهود ساعتها هما بيقولوا اليهود ما بولش اسرائيلي نطلع اليهود في 2005 لما شارون عمل اتفاية فض الاشتباك الجماعة ده الوزراء وزراء موجودين في حكومة اسرائيل وبيشكلوا العقل في الداخل الاسرائيلي واعضاء في الكنيسة اللي هم مفروض يمرفوع عندهم قضي او مرفوع ضدهم يعني ضد نيتنياهو انه يتم سحب الثقة منه امام اعضاء الكنيسة دول عاملين مؤتمر في القدس بيقولوا لابد من طرد العرب لابد من طرد الفلسطينيين لابد من اعادية احتلال قطاع غزة لابد من قتل كل ما هو ينتمي ليه فلسطين هما طبعا يقول لك حماس لكن لما تيجي تسل نفسك حماس مين هما دول هما فلسطين لابد من قتل والقضاء على كل ما هو فلسطيني في القطاع كده بهذا التصور بهذا الشكل بهذه اللغة حضراتكم تقدروا ترجعوا وتسمعوا هذي المؤتمر ده بكل اللي فيه واللي طلع على فكرة غنتس احد اعضاء الحكومة قال ان نتنياهو ساكت عن القصة دي عشان هو ده اللي بيحقق له مصلحته نتنياهو ده يعتبر قائد اليمين المتطرف في الداخل الاسرائيلي عشان بس نبقى الدنيا في مفهومة احنا بنتعامل مع انهي عقلية دول وزراء في حكومة اسرائيل مع اعضاء من مجلس الشعب الاسرائيلي اللي اسمه الكنيسة بيعملوا مؤتمر عام وفي بعض اسر الرهائنة والمحتجزين يقولوا احنا عايزين نطرد الفلسطينيين من قطاع غز عايزين يتم قتل كل ما هو ضد اسرائيل في قطاع غز هم بيقولوا كده بنفس اللغة وده اللي خلى الولايات المتحدة الامريكية انبارح كيربي كان في المؤتمر بتاعه اللي هو النص قائم من القاوم متحدث من البيت رابط في الوقت ده بيقول ان هم يعني غير مسؤولين ومتهورين لكن هل كيربي وبيدن وكل عضاء الحكومة الامريكية مش عارفين ان هم هيقولوا كده ولا اللغة دي اللي موجودة لكنها جزء من مناورات بتحصل في الدخل الاسرائيلي بالتعاون وبالتعامل اكيد مع الامريكان والليات المتحدة الامريكية عشان يضغطوا في موضوع اللي احنا محتجزين طيب احنا هو في القدس في عملية او في مؤتمر بيقول لا وهنطرد الفلسطينيين واحنا عايزين يبقى طرق موت اكتر الام والي يهو ده وزير الثقافة وزير التراث بيقول لك عايزين لما نيجي الموت الفلسطينيين يبقوا متقلمين اكتر ما يموتوا وفي نفس الوقت بيتم اختيال ناس في الضفة الغربية في حتة تانية خالص اسمها معبر كرم ابو سالم معبر في الخريطة اللي قدام حضراتكم هو في الحتة دي يعني في الدخل الاسرائيلي مع اخطاع غز جه مجموعة من المتظاهرين الاسرائيليين قالك لا هو انتو هتدخلوا مساعدات للفلسطينيين لا احنا مش ندخل مساعدات للفلسطينيين وقفوا قدام المعبر والفعل للمساعدات تعطلت لان احنا عارفين ان المساعدات بتروح معبر كرم ابو سالم تتفتش وبعد كده تروح لأدوات دخولها بقى سواء معبر رفح او اي صياق فرح دول الجماعة دول ومنهم اصر رهائم برضا اصر محتجزين مش كتير يعني لكن بعض منهم موجودين وبيحاولوا يعطلوا معبر كرم ابو سالم وبيقولوا لا ما فيش مساعدات هتدخل للفلسطينيين طب القصة دي كلها يعني ناحية بتمنع المساعدات ناحية عايزين نحتل الارض ونموت الناس ناحية تانية في عمليات الضرب الميداني بيضافة الى عمليات الاغتيال كل القصة دي مع طبعا غفلت او تغفلت عن اسر الرهين الاساسيين ال136 رهينة او ال140 رهينة اللي منهم حوالي 103 مثلا او 105 عايشين لحد دلوقتي والباقيين ماتوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته بطيرانه هم خلاص اليمين المتطرف ما اقرر يمشي على دم اسر الرهائن مش على دم الفلسطيني فلسطين خلاص ضربتهم معروفة وقضيتهم معروفة اتلوا 26 الف اتلوا 30 الف هم فلسطينيين بيعملون منهم درجة تانية لكنهم قرروا اليمين المتطرف حتى لما جيب مرة سألوا وزير المالية الاسرائيلي سومترش قال لهم انتو فاكرين اللي يقول لكم ان انتو هالرجع الرهائن دول يبقى كذاب بيتحك عليكم هم قرروا يمشوا على دم ال 136 واحد خلاص بقى مش هتفرق مع ان اصلا في العقيدة اليهودية ان الدم بتاحهم في دم او الجسة او اللي هي العلاقة به كل ضحية لابد ان هي تعود لارضها وتتدفن في ارضها يعني هم حتى بيخلفوا التعاليم الدينية وتعاليم الصهيونية بيعتبرها ان هي قومية اكبر من الديانة حتى هم بيخلفوا هزي القصة وبيتم ويدعم يعني اليمين المتطرف بيدعم هزي القصة هم فيش بقى 136 ولا حتى ال 571 اللي ماتوا من العساكر في الداخل في عملات الاكتاح البري لا هي دي القصة مش كده هي القصة في ان مجموعة من الوزراء دول خلاص بيختاروا ان هم يعملوا كل حاجة كانوا في يوم الان بيحلموا فيها هم شباب لما ابن غفير ده اتهم في 3040 قضية او 50 قضية جنائية هو شاب كده في الكلية كان بيحلم ان يعمل الحاجات دي لكن ما كانش يقدر يحققها الا مع نتنياهو في هزي الحكومة المتطرفة واللي بطبيعة الحال لو الحرب دي وقفت كلهم هيمشوا وهيروحوا لمزبلة التاريخ وقولا واحدا هم راحين راحين يعني لان هم عملوا ما لم يفعلوا غيرهم في عملات ابادة ومجازر والتاريخ هيوصق هزي الوضاعة في ظل يعني غياب المجتمع الدولي او اي حتى معيان القانون الانساني واخلاب وبالتالي هم بيضحوا قبل ما بيضحوا الفلسطينيين باعتبار ان الفلسطينيين دي البعاد عنهم بيضحوا بأسر المحتجزين والرهائن اللي موجودين لدى فصال المقاومة واللي كل يوم منهم بيسقط ناس وده امر مع كل هذه السياقات عشان بس نبقى يعني مركزين مع حضرتكم وإحنا بنعمل هذه التخطية معنا في القدس المؤتمر لطرد اهل غزة معنا في قدام معبر ابو كرم ابو سالم رفض المساعدات الانسانية قدامنا عملية الاختيال في الضفة الغربية وفي نفس الوقت ده مدير المخابرات الامريكية بيجتمع مع اطراف اقليمية في باريس عشان يتحدث حوالي المية ستة وتلاتين اللي هو الموضوع الاساسي المية ستة وتلاتين محتجز هل يتم الافراج عنهم باي صفقة هل بخمسة وتلاتين يوم هدنة ولا شهرين هدنة ولا دخول المساعدات ولا وقف اطلاق النار المدير المخابرات الامريكية جزء من انه قبل كده كنا اتكلمنا عنه على فكرة انه هو بيختفي كان مختفي بشكل كبير للغاية في المية وعشر يوم اللي فاته لكنه ظهر بدأ يقول طبعا يا جزء من ادارة الضغوط على الداخل الفلسطيني هما كلهم بيديروا الضغوط على الداخل الفلسطيني عشان يبدأ يفكوا عشان يبدأ يصل لمرحلة للوصول للمية ستة وتلاتين محتجز اللي هما منهم امريكان وبالتالي عملية ادارة الضغوط دي المشارك فيها مدير المخابرات الامريكية وليام بيرن اللي هو ان احنا ازاي نعمل صفقة بقى قلل اضرار الممكنة في الداخل الاسرائيلي وان احنا نفرج على المية ستة وتلاتين بقى محتجز تحت اي شرط طيب مع الاتنين اللي شغالين مع مدير المخابرات الامريكية الاتنين اللي قدامنا دول رينين بار رئيس اه الشباك وديفيد بارنيا رئيس المساد الاتنين بيعملوا يعني اه وان تو كده في عمليات المبادلة ما بينهم ان هما ازاي منهم واحد يعمل ينفذ عملية اغتيال وواحد التاني بتكليف من اتنياهو يدير موضوع الصفقات لكن على طريقة السويس يعني اللي هي ما بتتحسبش كده يا صاحب يعني اللي هي مفروض لا هي العملية مش حزبة ان انتوا ازاي على الورقة تعملوها ما بتتحسبش فعلا كده هما مصطحابة ولا حاجة يعني يعني هي فكرة ان هي ما بتدرش كده ما بتدرش نظريا بكل الاشكال الممكنة واي محاولات لتفكيكهم ما نجحتش فهي عملية وانا اتذكر حتى مع كلمة السويس يعني فكرة ما بتحسبش كده صاحبي اللي هو فكرة ان الجماعة دول بتوع الاستخبارات الاسرائيلية لو دخلوا في القصة هيرد عليهم بضريط برضو الشازلي اللي هو يعني احنا ولا بتوع صفقات ولا بتوع حروب احنا وعد قدامنا خطوة من الامريكان هنمشي فيها هما كده يعني لو نظن ان الامور البسيطة دي لا تنطبق على الصهاينة اليهود يباحنا بنظلم نفسنا وبنظلم كل مرحل الادارة في هذه المرحلة اليهود الصهاينة لديهم نفس برضو التصورات الانسانية العادية البديهية انهم نفسهم يعملوا عشان كده دايما هما بينجحوا في ادارة الضغوط العالمية لكنهم في المواجهات الميدانية المباشرة مع اي حد سواء الفلسطينيين او غيره بيخسروا الاسرائيليين اللي عايشين داخل اسرائيل او فلسطيني المحتلة دول تحديدا ادارتهم لاي معركة في مواجهات مباشرة بيخسروا فيها عشان كده بيلجأوا لما وراء الكواليس ما وراء الكاميرات يشتغلوا على عملية اغتيال يشتغلوا على ادارة ناس يمشوا ناس ويتكلموا بلسانهم يديروا هذه القصة لكن في المواجهات الميدانية والمواجهات العسكرية على امام اي شعب على فكرة وان كان الشعب الفلسطيني يمثل درة هذه المواجهات من عمليات عظيمة للغاية امام الاسرائيليين وامام الاحتلال الاسرائيلي واللي زي ما بقول لحضراتكم لو انتهت في اي اسم اسم الفصال المقاومة حماس انتهت النهاردة في الف حماسة تطلع زي ما فتح كانت في وقت من وقت متصدرة المشهد الفلسطيني وضعها ونضلها وانا قلت لحضراتكم ان ابو جهد ده واحد من القيادات الفتحاوية اللي كانوا لهم من دور نضالي واختلوه ومشت العملية وظهرت حركة حماسة اختلوا العروري اختلوا اي حد بقى احمد ياسين اختلوا الرنتيسي اختلوا الجعباري اختلوا العطار كل الاسامي اللي حضراتكم فلسطين عندها قدرة على القفز امام اي حصار سواء استخباراتي او ميداني وبينتصروا بطبيعة الحال فيها النهاية واظن ان مشاهد التشويش اللي بيعملها الاسرائيليين دلوقتي حتى ان كانت الكروت مختلطة عند البعض لكن الاصل في القصة ان اهل فلسطين وشعب فلسطين سواء في غزة والضفة الغربية هم منتصرين فيها النهاية رغم محاولات التشويش من حكومة الاحتلال الاسرائيلية او بالتعاون طبعا مع الادارة الامريكية نرجو ان احنا نقدمنا لحضراتكم معلومات محترمة ولو في اي حاجة برضو احنا مستعدين نشرحها في حلقات بإذن الله جاية شكرا جزيلا